موسيقى الأسود يسافرون إلى مصر في السابعة عشر من يونيو شالكا يصدم حارت ومنديله فريق بروسيا دورتموند يرفض إعادة حكيم للريال ألكان يعتمد تقنية الفيديو خلال نهائي مسابقة عصبة الأبطال والاتحاد الإفريقي الجيش والملكية تقدم بطلب المشاركة في البطولة العربية لاعب الرجاء عبدالإله الحافظي في تحسن مستمر أهلا بكم حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السابع عشر من يونيو المقبل موعدا لصفر المنتخب الوطني إلى مصر استعدادا للمشاركة في نهايات كاس إفريقيا 2019 ويبدأ الوسود استعدادتهم للكان في الثالث من يونيو المقبل بمركز المعمورة وسيخوض شبال هيرفيرونار مبارتين وديتين الأولى أمام المنتخب النيجيريا في الثاني عشر من يونيو والثانية في السادس عشر من الشهر نفسه بمراكوش قبل العودة إلى المعمورة بيد ترتيبات الصفر إلى مصر قرر فريق الشلكة للمانية تخلي عن الثنائية المغرب حمزة منديل وأيمن حريث حسب ما أفدت وسائل إعلام ألمانية قرر الفريق للماني وضع لعبية لسودة في لائحة الانتقالات إلى جانب خمسة لعبين أخرين بقرار من المدرب الجديد للفريق رفض فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إعادة الدولية المغربية شرف حاكمي إلى ناديها لاصليري المدريد الإسبانية خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض الفريق الألماني تسريح اللعب المغربية قبل انتهاء مدة إعارته مشيرة إلى أن ميكايل زورك المدير الرياضي لفريق دورتموند شدد على ضرورة إتمام اللعب المدة المتفق عليها مع الفريق الإسباني في وقت سابق سيعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأول مرة على تقنية الفيديو في نهاي دور عصبة الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم إذ قرر الاتحاد الإفريقي لاستعانة بالفار في نهاي العصبة والكاف الذين سيجمعان على التولي الوداد الرياضي بالتراجي التونسي عن أهدت بركان بالزمالك المصرية وكان الكاف قد اعتمد تقنية الفار لأول مرة في السوبر الإفريقية الذي توجه به الوداد الرياضي على حساب فريق تيبي مازينبي الكونغولية طلب فريق الجيش الملكي اليوم الجمعة رسميا من الاتحاد العربي لكرة القدم المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية في الموسم الرياضي المقبل ونشرت إدارة فريق الجيش الملكي بلغا رسميا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تؤكد من خلاله تقدمها بطلب رسمية للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية التي ستحمل اسم محمد السادس ليكون ثاني فريق يتقدم بطلب رسمية للمشاركة في النسخة المقبلة بعد فريق اتحاد طنجة تشهد الحالة الصحية لعبدالإله الحافظي نجم فريق الرجاء الرياضي تحسنا مصمرا اتمكن اللاعب في الأسبوع الجاري من التخلص من أحد عكازيه بعد حصص طرويد مكثفة بعدما كان يضطر لاستعمال عكازين للمشي ويتجاوب نجم الرجاء الرياضي بشكل كبير مع العلاجة الذي يخضع له بعد عملاته الجراحية التي أجرها بقطرة بعض الإصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي التونسي نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة